الحكومة أكد أن تبادل المحتجزين يمثل مدخلاً لإغلاق الملف الإنساني وتحقيق السلام الشامل والعادل السابع والعشرون من رمضان ذكر انتصار عضاً من الغزو الحوثية ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية توزع جبات إفطار على مخيمات اللاجئين بمحافظة لحش اهلا بكم مشاهدين في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق ترأس رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع العامة والتداول بشأن مستجدات التحركات الإقليمية والأممية والدولية لإحياء مصار السلام الشامل والمستدام وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إحاطة شاملة لإعضاء المجلس حول التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية إضافة إلى نتائج الاجتماعات المتواصلة مع مجلس القياد الرئاسي والدول الشقيقة والصديقة وبارك مجلس الوزراء للمعتقلين والمحتجزين والمخفيين قصراً نجاح صفقة التبادل وفقاً لاتفاق سويسرا والعودة سالمين إلى أهليهم وأهمية الاستمرار في جهود إغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه لتحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع اليمن عربت الحكومة عن أملها أن تمثل عملية تبادل المحتجزين مدخلاً لإغلاق هذا الملف الإنساني والبناء عليه في تحقيق السلام الشامل والعادل في ربوع اليمن وأجددت اليمن في بيان لمجلس الأمن الترحيبة باستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من عملية تبادل المحتجزين بين الجانبين الحكومي والميليشيات الحوثية التي جرت على مدى ثلاثة أيام هذا وأشهدت الحكومة بالتقدم المحرز في عملية الإنقاذ الآمن لخزان النفط الصافر والمتمثل في شراء ناقلة بديلة لتفريغ النفط الخام من الناقل الصافر وإبحارها تجاه السواحل اليمنية أكد مبعوث الأمم المتحدة بشأن اليمن في جلسة مجلس الأمن أن الفرصة الأهم منذ ثماني سنوات سانحة الآن لإحراز تقدم نحو إنهاء الحرب لكنه حذر من أن دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام يستمر المبعوث الأممي بخطواته الجادة للخروج بحل من شأنه تخفيف حدة الحرب على شعب اليمني وآخر هذه الخطوات إحاطته لمجلس الأمن التي قدمت حول آخر التطورات وجهود السلام القائمة في الوقت الرهن حيث أكد المبعوث بأن تنفيذ بنود الهدنة مستمر رغم كل التحديات القائمة ولكنه من الصعب الاعتماد عليها لتحقيق السلم التام للمستقبل اليمني وأشار بإحاطته أن جهود الوساطة سوف تتكيف على الدوام لإنهاء الحرب والمعاناة في اليمن ولكن يجب الاجتهاد بشكل أكبر لتحقيق الاتفاق وتهديئة الوضع وأضف بإحاطته بأنه مستمر بالنقاش مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية وبأنه مندهل من قدرة النسيج الاجتماعي على التفاعل سويا والصمود رغم الوضع الصعب وإلى ذلك أكد جروندبرغ بأنه على مدار السنوات الثمانة لم يشهد اليمن تطور في حركة العملية السياسية كالحاصلة حاليا وبأن اليمنيين قد اختبروا على مدار ما يقرب العام منذ بدء تنفيذ الهدن مستويات منخفض نسبيا من العنف في المدن ويأمل المبعوث الأممي بأن يتم انتهاز الفرص التي يقدم هذا الزخم الإقليمي والدولي من أجل اتخاذ خطوات حاسمة نحو مستقبل أكثر سلاما وإنقاذ الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقال الجنوبية عيدروس الزبيدي مع سفيرة مملكة الدنمارك غير المقيمة لدى اليمن ليز بليزنر الوضع السياسي والإنساني في البلاد ونقش اللقاء نتاج المفاوضات التي يجرها الوفدان السعودي والعماني مع قيادة ميليشيات الحوثي في صنعاء وأبرز الصعوبات التي تواجه المحادثات المباشرة وخارطة الطريق المطروحة لإنجاح العملية السياسية ووضع قضيات الشعب الجنوب فيها تحل علينا اليوم الذكرى الثامنة لتحرير العاصمة عدن من ميليشيات الحوثي ودحرها من قبل المقاومة الجنوبية وبدعم أسنادين من قوات التحالف العربية كابوس حل على العاصمة عدن وغدا يوم احتلالها يوما أسودا حين سيطرت على أجزاء منها عصابة إجرامية همجية غوغائية عصابة ميليشيات الحوثي الإجرامية بدعم إيراني خالص لكن هذا الكابوس لم يدم طويلا حيث تشكلت مجاميع من أبناء الجنوب تحت راية الجنوب وسميت بالمقاومة الجنوبية للتصدي لهذا الغزو البربري للعاصمة الجنوبية عدن وبدعم من الأشقاء في دولة الإمارات تحل علينا الذكرى الثامنة لمعركة تحرير العاصمة عدن التي شاركت فيها القوات الإماراتية البرية بوحدات نوعية وغطاء جوي سعودي ساهم في قلب المعادلة الميدانية والتحكم بمسرح العمليات من خلال خطة عسكرية محكمة قطعت أوصال الميليشيات وعجلت بنهيار صفوفها وتمت السيطرة الحوثية على العاصمة عدن من خلال الوحدات العسكرية التي كانت متواجدة فيها وتتبع الجيش اليمني حينها وعددها قرابة تسعة ألوية وثلاثة ألوية قوات أمنية إضافة إلى مجاميع حوثية وصلت من صنعاء وبينما كانت مجاميع ميليشيات الحوثي تصل إلى القصر الرئاسي في معاشق على متن مصفحات وناقلات الجند كانت المقاومة الجنوبية تقاوم بما تمتلك من إمكانيات محللون قالوا إن النصر الذي حققته المقاومة الجنوبية في تحرير عدن بعد خمسة أشهر من الحرب في مواجهة ميليشيات الحوثي تم بدعم وإسناد من قوات التحالف العربي وتحديدا دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأكد باحثون عسكريون أن مفتاح جميع الانتصارات على ميليشيات الحوثي هم أبناء الجنوب الذين مرغوا أنوف ميليشيات الحوثي بالتراب وأذاقوهم الأمرين ملقنينهم دروسا في الشجاعة والإقدام وحب الوطن والولاء لأرض الجنوب الطاهر الذي لن تنجزه ثلة من مرتزقة الفرس وأحذيتهم استشهد طفل يبلغ من العمر 13 عاما إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية الإرهابية في مديرية الصومعة بمحافظات البيضاء وقال المرصد اليمني للألغام في بيان مقتضب أن الطفل أحمد عبد السلام الصحراء فارق الحياة نتيجة انفجار لغم في مديرية الصومعة التابعة لمحافظة البيضاء وبيان المرصد أن انفجار اللغم وقع أثناء مرور الضحية في طريق فرعي بقرية الحمراء أعلن ميناء ومطار المخة عن استكمال تجهيز منظومتين الرقابة الحدودية في المنفذين البحري والجوية وربط الجوازات بقاعدة بيانات وزارة الداخلية واستكمل تركيب الأجهزة والمعدات المطلوبة لتشغيل منظومة الرقابة الحدودية وترحيل بيانات المسافرين وإدخالها ومعالجتها آليا في ميناء المخة بدوره أفاد مدير مطار المخة خالد عبداللطيف بأن فريق الرقابة الحدودية زار المطار لتحديد المتطلبات الرئيسية وعمل المسح الميداني المطلوب أفرجت مصلحة الإصلاح وتأهيل بسيؤون في محافظة حضر موت عن ثمانية سجناء معصرين من الذين أنهوا محكوميتهم تنفيذان لتوجيهات النائب العام بالجمهورية وأشار وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة تكفلت بدفع المبالغ المالية المحكوم بها لثمانية سجناء بمبلغ إجمالي وقدره 11 مليون ريال بموجب الكشوفات المرفوعة من النيابة العامة امتدت أياد الخير والعطاء لدولة الإمارات إلى مخيمات اللاجئين بمنطقة خراز بمحافظة الأحج وذلك عبر توزيع أكثر من 3000 وجبة غذائية ضمن برنامج إفطار صائم الذي تموله مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية ضمن البرنامج اليومي بشهر رمضان الكريم لمشروع إفطار صائم الذي تموله مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية نفذت مؤسسة دعايش عملية توزيع الوجبات الغذائية على مخيمات اللاجئين الأفارقة بمنطقة خراز بمحافظة الحي دفنا اليوم مخيم خراز لللاقيئين الأفريقيين والذي فيه ضمنها مجتمع مضيف ب3000 وجبة أفطار صائم الذي تقيمها مؤسسة زايد لأعمال الخيرية والإنسانية شكراً للمؤسسة زايد على المقهود والعطاء الذي تقدمه في أطار مشروع إفطار صائم الوجب الغذائي ما شاء الله حلو للمساكين والناس واللاقيئين وإن شاء الله نتمنى خير هذا الأفطار برنامج إفطار صائم في منطقة خراز شمل توزيع أكثر من 3000 وجبة جذائية متكاملة لللاقيئين الصومال والمواطنين في المنطقة والقرى المجاورة لها اليوم نستقبل في مخيم خراز اللاقيئين مشروع دعم سخي من مقدم مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية تنفيذ من مؤسسة تعايش إفطار صائم لعدد 3000 صائم في مخيم خراز أتمنى أن تستمر مبادرة مماثلة في المستقبل بما أن المخيم يواجه الصعوبات بشكل مستمر وتحديات كبيرة إمارات الخير والعطاء عبر أدرعها الخيرية ممثلة بمؤسسة زايد للأعمال الإنسانية لامست وواسط اللاجئين الصومال بمخيمات خراز والتي تحتضن أكثر من 10 آلاف لاجئ صومالي نزحوا من بلادهم هربا من ويلات الحرب ليستقر بهم الحال في هذه المنطقة النائية التي تفتقر لأبسط الحدمات ومقومات الحياة تستمر دولة الإمارات العربية الشقيقة في مشاريعها الخيرية والإنسانية وذلك بمشروع إفطار الصائم الذي تموله مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية وهذه المرة من مخيم خراز للاجئين الأفريقيين لقناة الغد المشرق أزمان عامر من محافظة لحي النشر مستمرة وفيها بعض الفاصل المكلة تحتضن أمسية رمضانية خاصة بالمرأة والطفل من جديد أهلا بكم قيمة في مدينة المكلة أمسية وفعالية رمضانية خاصة بالمرأة والطفل نظمها فريق إيجابيون لأثرين مستدام التطوعية واشتمرت على عدد من الأنشطة الفنية والتثقفية فعالية رمضانية خاصة بالمرأة والطفل في مدينة المكلة الفعالية نظمها فريق إيجابيون لأثر المستدام التطوعي وبمشاركة أكثر من مئة متطوع ومتطوعة من مختلف مناطق المحافظة في الأمثلة التقافية تكلمنا عن دور المرأة الحضرمية والرجل الحضرمي في حول غرص العادات والتقاليد الحضرمية والروحانية رمضان في أطفالهم أيضا تكلمنا عن دور منظمات المجتمع المدني من حيث إتاحة الفرص وإزالة الصعوبات للفرق التطوعية في المكلة كثير من الفرق كثير كثير جدا فكيف كمنظمات المجتمع المدني يقدرون يعطيحون الفرص لهذه ويزوحون العقبات والعراقين من طريقهم طبعا الفرق التطوعية أبدعت هذه السنة لنفذت المبادرات التطوعية ما شاء الله عملت معارض وأيضا توزيع كسوة للأيتام وكذلك توزيع التمور والمصاحف وبعض الأفكار كانت لمرضى التوحد والداون وما إلى ذلك كانت أعمال جبارة جدا وإحصائيات كبيرة جدا ويرش عمل تدريبية في مجال الرسم ومسابقات فنية وجوائز وهدايا للأطفال أنشطة تخللت هذه الفعالية إلى جانب استعراض المواهب الفنية في مجال الإنشاد والمسرح وندوة اجتماعية تناولت أبرز الصعوبات التي تواجه الشباب في حضر موت الهدف أن نحن ندخل السرور في الأطفال وبما أنها أصلاً مناسبة رمضان وزي كده حابين أن يدخل السرور بين الأطفال نفسهم والأهالي اللي جاءوا معهم بالضبط وجينا شاركنا في هذا العام وجينا هنا لأشارك بتفكيري ومساعدتي لأرسم علم الجنوب وأنا وأحب وطني وأحب بلادي وأحب علم الجنوب أنا أحب مهنة الرسم وأنا اجتمعت مع البنات في مهنة الرسم ونشترك معهم في المسابقات في مهنة الرسم في الألعاب الحضور اللافت للمرأة في مناسبة كهذه يؤكد دورها الفعال في العمل التطوعي وتأثيرها الكبير في أوساط المجتمع فهي تسهم من خلال هذه الفعالية إلى جانب الرجل في غرس مبدأ التطوع لدى الأطفال على وجه الخصوص لقناة الغدو المشرق محسن بالبحيث المكلة أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها المعدة لتفويج المعتمرين إلى المسجد الحرام ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام وهدفت الخطة إلى تسهيل عملية الدخول لقصد المسجد الحرام بالتعاون مع الجهات المشاركة لتكامل المنظومة وذلك عبر توجيه المصلين إلى الأدوار العلوية والمعتمرين إلى صحن الطواف حسب ما هو معد بخطة الرئاسة المعتمدة يشار إلى أن نجاح الخطة أسهم في انسيابية الحشود وضمان السلامة والصحة قصد البيت الحرام نهاية النشرة تذكيرا بالعنوين الحكومة تؤكد أن تبادل المحتجزين يمثل مدخلا لإغلاق ملف الإنساني وتحقيق السلام الشامل والعادل السابع والعشرون من رمضان ذكر انتصار عضا من الغزو الحوثي ومؤسسات زايد للأعمال الإنسانية توزع وجبات إفطار على مخيمات اللاجئين لمحافظات الأحشود اشتركوا في القناة